السلام عليكم لبنات مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جبت لكم كيكا اقتصادية بحبة بيت فقط جي من اربع ما يكون كيكا كريمة خفيفة بزاف هيلة تمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم قبل ما نبدأ الفيديو حبيت نشكر كامل اللي يدخل عندي سواء يخليوا تعليق ولا لي ما يخلي وش ولا حتى اللي شجعونا باللايك نقلكم يعطيكم الصحر بيحفظكم ويخليكم ليه لما نطول عليكم نشوفوا المقادير وطريقة التحدي نبدأ وبسم الله في غيسي بيون راح نحط حبا بيت نزيد عليه نصف كاس سكر الكاس تعير في 220 ملل نزيد عليه نصف كاس حليب ونصف كاس زيت راح نضيف مبشور حبا لي برتوقال حبا تعال تينا كيما نقدرون عوضوه بالزاس دو سيدخون نزيد هنا يا رشة تعال ملح ونخلط ملح نخلطه غير بالفوي برك هكذا هنا يلي تحب دير كل حاجة وحدها نقدروا نخلطوا يعني البيض مع السكر ونبعد نزيدوا الزيت ونزيدوا الحليب هكذا باش يعني تتأكدوا للكيكات تعاكم راح تجيكم خفيفة كتر وكتر هكذا بعد ما خلطتهم ملح نزيد ملعقة كبيرة تعال كاكاو بني وكاس تعال فارينا ومع ملعقة صغيرة تكون معمرة ملح بتاع خميرة الحلوة هكذا ننخلهم ملح نغرب لهم هكذا ونكمل نخلط هكذا نخلط ملح حتى لي تنحل ملح الفارينا والكاكاو كما راح تشوفوا هنا يال الخاليط التاعي مازال معوش ما موصلش للقاوام المطلوب راح نزيد له هنا يربع كاس تعال الفارينا هكذا يعني راح نتحصلوا على خاليط ما يكونش تقيل وما يكونش خفيف يكون بهذا القاوام كما راح تشوفوا راح نجيب هنا يال بلاتو السني واللي راح نستعملها بعد ما رشيتها بالفارينا دهنتها بالزيت ورشيتها بالفارينا هكذا ونفرغ الخاليط التاعي لداخل طلت على سني و 30 سنتيم على 25 هكذا نفرغ كامل الخاليط والفرن التاعي راح مشعل شعلته مقبل 4 ساعة على 170 دراجة وندخلوا للفرن حتى اللي طيب يعني حوالي 25 حتى 30 دقيقة كي ندخلوا فيها كي يغضعوا لموس كي كنا شوف من الجبده من الجهة اخرى راح نحضروا الكريمة هنا يحطيت كاس تاع الحليب وضفت الكاس الثاني راح نضيف تلتة مغارف كبار تاع المايزينة هكذا وملعقة كبيرة تاع السكر هنا قدرت سكر البني كي ما نقدرون نعوضوه بالسكر العادي ونضيف هنا فلون كغامل وزن 50 غرام نضوق كغامل يعني نقدرون نبدلوه بالضوق اللي نحبوه نقدرون نضيرو فاني ولا شوكولا هنا كل واحد وش يحب كي ما راكو تشوفو نبقى نخلط مليح حتى اللي تنحلي المايزينة نحن خلطهم بارد في بارد ونحط فوق النار نبقى نخلط حتى اللي تعقد لي الكريمة ونخلطيها في تبسي واحد اخر ونخليها تبرد نفرقها كامل ونغطيها هنا بفلم المانتر هكذا لازم يكون يلامس الوجه تاع الكريمة بش مدليش هذيك العكروت مديرناش هذيك القشرة اللي من الفوق ونخليها تبرد مليح هنا بعد ما بردتلي كي ما راكو تشوفو لازم تبرد مليح هنا راح نضيف لها 3 مغارف كبار كرام الشانتيه كريمة يعني تاع البودرة الشانتيه 3 مغارف كبار انا هنا راح نفرقها في ال جاني شوية صغير هكذا ونخلط لازم كي ما قلت لكم الكريمة تاعنا تكون باردة مليح هكذا باش الكريمة الشانتيه تطلع مليح نخلطها هكذا مليح بالباطر كي ما قدر راح تولي عندنا كريمة خفيفة وتجي بزاف 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 بنينا هكذا نخلط مليح يعني حوالي خمس دقايق كي ما راكو تشوفو نتحصلوا على هذ القاوام كريمة تكون خفيفة خفيفة وبزاف بنينا انا هنا راح نحاود نحطها في الثلاجة يعني تعاود التيد تحكي ما راحها مليح لطان للكيكا تاعي الطيب ونخرجها ونخليها تبرد مليح كي ما راكو تشوفو هنا يا بعد ما طعبت الكيكا وخرجتها وخليتها بردة مليح راح نفرق عليها هذ القريمة هنا الكيكا اللي حبي يشربها نقدر نشربوها بكاس حليب ولا بكاس جو ولا حتى نشربوها بالسيرو اللي نطيبوه نديرو نص كاس سكر مع كاس ما خليهم يغلو حوالي عشر دقايق ونشربو الكيكا تاعنا هكذا انا ما شربتهاش نحط هنا يا الكريمة من الفوق ونحاول كيفاش نسقمها مليح في الاخير هنا يا التزيين عندي بغميسال شوكولة كي ما نقدرون نرفولها شوية عالشوكولة ولا نديرو نوات كوكو ولا اي حاجة تكون عندنا فتر التزيين يبقى اختياري بهذه الطريقة بعد ما نكملها راح نحطها في الثلاجة نخليها تبرد مليح ونقدمها لكم احنا بعد ما بردت لي مليح راح نقطعها احنا على الاقل نخليوها تشد روحها مليح في الثلاجة حوالي ساعتين باش نقطعوها كي ما راح كتشوفو انا ما خليتهاش بزاف هكذا باش نصورها كي ما راح كتشوفو الكريمة تجيب بزاف خفيفة والبنة تحها بزاف بزاف هاي لا وهذه هي الوصفة على نهار اليوم البنات نتمنى ان شاء الله تعجبكم يعني كيكا خفيفة هي كيكا وتحلية تولين بزاف مع الجولة مع القهوة بزاف هاي لا ويحبوها الكبار والصغر وعلا راح نقسم معاكم هكذا باش تشوفو القوامتها كيفاش جوا وعلا مبقى لي غنقلكم تحلو في ربحكم وإلى وصفة أخرى بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة